وفي أولي تعليق الرئاسي على الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها جامعة كاليفورنيا وعدد من كبرى الجامعات الأمريكية أكد الرئيس جو بايدن على تعامل مع هذه الاحتجاجات وفقا للقانون كما حذر من أن الإدارة لن تقبل بالعنف أو معادات سامية في الجامعات وفي الوقت ذاته أكد بايدن أن الاحتجاجات لم تدفعه إلى تغيير مواقفه من الحرف في غزة واتهم أطرافا بالسعي لتحقيق أهداف سياسية من الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية هناك حق بحرية التعبير والتجمع والاحتجاج هذا حق للشعب الأمريكي نحن دولة قانون والقانون يجب أن يسود حرية التعبير محمية والتظاهر السلمي في أمريكا مقبول لكننا لن نقبل بالعنف وإطلاف الممتلكات العامة ليس من حرية التعبير وأمر غير مقبول يجب احترام القانون الفوضى ليست من حق أحد ولا مكان بالحرم الجامعي للتهديدات وخطاب الكراهية كما أشير أيضا إلى أن الاحتجاجات في الجامعات لن تجبرني على إعادة النظر بسياساتي في المنطقة لن تجبرني على إعادة النظر بسياساتي في المنطقة